بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ابن باز المفتية السعودية السابق يقول لا يجوز الخروج على السلطان حتى لو كان كافرا أحيانا دور المؤسسة الدينية الوهابية في تكريس شرعية النظام السعودي مقارنة بينها وبين المرجعية الدينية الشيعية الحرة والمستقلة بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله دور المؤسسة الدينية السعودية الوهابية في تكريس النظام السياسي السعودي وتكريس الاستبداد دور المؤسسة الدينية الوهابية في تكريس الاستبداد ودعم النظام السعودي بشكل مطلق بسم الله الرحمن الرحيم ابن باز لا يجوز الخروج على السلطان حتى لو كان كافرا كفرا بواحا أحيانا دور المؤسسة الدينية الوهابية في تكريس شرعية النظام السعودي المستبد مقارنة بينها وبين المرجعية الدينية الشيعية الحرة والمستقلة لعبت العائلة الوهابية آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني والمؤسسة الدينية السعودية دورا مهما في دعم شرعية النظام السعودي الدينية ووقفت إلى جانب آل السعود عندما تعرضت شرعية الملك عبد العزيز ابن السعود للاهتزاز أو السقوط بعد توقيعه لمعاهدة جدة سنة 1927 وخلافه مع الإخوان الوهابيين الذين اتهموه بموالاة الكفار الإنجليز والخضوع لهم والانقلاب على الحركة الوهابية التي دعمت نظامه وتصفيتها حيث قام ابن سعود بالسيطرة على الحركة الدينية ومنع قادتها من الإمامة والخطابة والحديث وفرض عليها هيئة خاصة ورجالا خاصين موالين له من آل الشيخ لكي يقوموا بتفسير الدين والمواقف السياسية بما يخدم مصلحته وكما تقول الدكتورة مضاوي رشيد فقد نجحت الوهابية في أسلمة النظام الفاشيستي السعودي بدلا من المجتمع ولم تكن هناك في البداية مؤسسة خاصة لرجال الدين الوهابيين وإنما كانت عبارة عن عائلة آل الشيخ ولم تتحول إلى مؤسسة إلا في وقت متأخر أي سنة 1971 عندما أصدر الملك فيصد قرارا بتشكيل هيئة كبار العلماء التي تضم سبعة عشر شخصية دينية ويرأسها المفتي الأكبر وحدد دورها في إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من قضايا لبحثها وإصدار الفتاوى ووضع على رأسها لأول مرة شيخا من خارج آل الشيخ هو عبدالعزيز ابن باز وعندما توفي ابن باز عادت الزعامة الدينية إلى آل الشيخ وكان يفترض بالمؤسسة الدينية الوهابية التي تدعي الدعوة إلى التوحيد أن تقوم بدور التشريع الديني ومراقبة الحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث كان الملوك من آل سعود يدعون بعض العلماء للاجتماع بهم واستماع وجهات نظرهم إلا أن الملوك في الحقيقة قاموا بضرب رجال الدين وتهميشهم وعزلهم عن التأثير على الحياة السياسية أو المشاركة في الحكم أو ممارسة قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاههم أو الاعتراض على السلطة المطلقة لآل سعود ولم تكن عملية الاستشارة ضمن مؤسسة دستورية واضحة وعلنية معروفة لأنه لم يكن يوجد دستور ولا تمتلك آلية لفرض الرأي المصوب أو المجمع عليه فقط استشارة غير ملزمة ومن هنا فقد كانت نتائج تلك الاجتماعات عقيمة ولم تؤثر على سياسة حكام آل سعود في أي اتجاه بل يمكن القول أنها لم تكن سوى غطاء لأعمالهم وتحركاتهم أو محاولة لخداء العلماء وإقناعهم بوجود دور كبير لهم في إدارة البلاد ونتيجة لعدم تقنين الألاقة بين العلماء وآل سعود وتركها للمزاج الشخصي فإن العلماء افتقدوا قوة الضغط التي تتيح لهم فرض آرائهم واقتراحاتهم أو إلزام الملك والسلطة التنفيذية بما يقترحون ورغم أنهم كانوا في بعض الأحيان يدخلون في منافسة حادة مع آل سعود على احتلال ما تبقى من المصادر الشعبية الرئيسية للسلطة إلا أنهم كانوا أضعف من فرض آرائهم بالقوة في ظل غياب أي مؤسسات دستورية أو قانونية أو قواعد شعبية أو حزبية تسمح لهم بذلك وفضلوا الخضوع والتبعية لآل سعود ولعل أبرز فتاوى اتخذها المفتي إبن باز دعما للنظام السعودي هما فتوى عام 1990 التي شرعت دعوة الجيوش الأجنبية الكافرة بمنطقهم للدفاع عن المملكة وفتوى عام 1993 التي شرعت السلامة مع إسرائيل شرعية الأمر الواقع في مواجهة الشرعية الدستورية وفي مقابل الحركة الإصلاحية التي تنادي بتطوير النظام دستوريا أو استبداله بنظام الخلافة استعانى النظام السعودي بالنظرية السنية القديمة التي تقول بشرعية أي نظام يستولي على السلطة بالقوة والقهر والغلب ويصبح أمرا واقعا حسب القول المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحق لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا وبما أن سقوط الشرعية الدينية إلى حد الكفر أو ارتكاب أحد نواقض شروط الإيمان حسب العقيدة الوهابية والسنية بصورة عامة يفتح الباب واسعا أمام الثورة الشعبية ضد النظام الكافر حسب عقيدتهم فقد بادر المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الالتفاف على مبدأ وجوب الطاعة بشرط عدم الكفر البواح المعروف في التراث السني وأضاف إلي شرطا جديدا هو القدرة على الثورة والتغيير في محاولة منه لتخدير الناس ودعوتهم إلى طاعة آل سعود والخضوع لهم حتى مع فرضية كفرهم كفرا بواحا وأفتى بحرمة الخروج والثورة عليهم قائلا لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين أحدهما وجود كفر بواحا عندهم من الله فيه برهان والشرط الثاني الذي أضافه القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه وبدون ذلك لا يجوز وأضاف لا يجوز منازعة ولاة الأمر أو ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر رجع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل ولا تأمن فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كانت أدهم قدرة أما إذا لم يكن أدهم قدرة فلا يخرجوا أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة وقد خال في ابن باز نظرية إمام السلفية ابن تيمية الذي يربط بين الشرعية والشريعة فقال في فتوى أخرى قال ابن باز إن سن الحاكم قوانين تناقض الشريعة أو تعليق تطبيقها كعدم إقامة الحدي على الزنات وشارب الخمري والسراق يعتبر كفرا ولكن ابن باز أكد على ضرورة طاعة هذا الحاكم بالمعروف لا بالمعصية إلى أن يبدله الله هذا الفتوى العجيب الغريب المنافية لكل التراث السني والمغلب في دعم الاستبداد تجدونها في مجموعة فتاوى ومقالات ابن باز جزء ثمانية وتسعة في موقعه على الأنترنت وعندما تداعى بعض الشباب السعودي للتظاهر ضد النظام وطلبا للإصلاح تمشيا مع المظاهرات التي عمت العالم العربي في عام 2011 خرج أحد كبار مشايخ الدولة وهو شيخ صالح ابن غانم أستدلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ليحذر من المظاهرات في خطبة الجمعة في الرياض بتاريخ 25 آذار 2011 ويشكك في عقيدة من يدعو إليها أصنع عقيدة هذا فيه إشكال ويفتي بجواز قتل وإبادة كل من يؤيد المظاهرات ولو بكلمة أو حتى بسكوت وهذا الفيديو أنا نشرته الآن وهو منشور على اليوتيوب بتاريخ خطبة الجمعة بتاريخ 25 آذار 2011 والرابط موجود وبغض النظر عن الطابع الهستيري الغريب في هذه الفتوى العجيبة فإنها تكشف عن مدى التحالف والتلاحم بين النظام السعودي والمؤسسة الدينية الوهابية بصورة تدفع باتجاه مزيد من الدكتاتورية والإرهاب وقد اختارت المؤسسة الدينية الوهابية الوقوفة إلى جانب النظام بصورة مطلقة سواء كان إسلاميا أو غير إسلاميا كافرا أو نتيجة التحالف التاريخي المشؤوم بين آل السعود وآل الشيخ وبسبب طبيعة المؤسسة الدينية التي تضم هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر المعروف والنيع المنكر وعشرات الألوف من أئمة المساجد والدعاة وطلاب العلوم الدينية تلك الطبيعة التي تقوم على التبعية الفكرية والسياسية والمالية للنظام والانقطاع عن الشعب وحتى عن الحركة الوهابية وكما تقول الدكتورة مضاوي الرشيد لم تعد الوهابية تحت إشرافهم تيارا سلفيا إحيائيا بل أصبحت خطابا دينيا تبريريا منظما مؤسساتيا ومرتبطا على نحو وثيق بالسلطة السياسية وأمن ابن باز وغيره من أعضاء هيئة كبار العلماء الدخل الفكري أي الخطاب الديني الذي أكد خدمة الدين للدولة وتحول العلماء بمساعدة الدولة طبقة لها حقوقها الخاصة ومصالحها الخاصة وأكد معظمهم القرارات السياسية من طريق تأمين تصديق ديني فيما يتعلق بالمسائل السياسية لقد وافق العلماء الرسميون على الحكم المتسلط وأقروه في تفسيرات دينية وقد وعدوا الدولة بإعداد رعاية مذأنين ومخلصين برغم وجود حديث يدعو إلى الإذعان لله فحسب ومن هنا برزت الدعوة لدى بعض السلفيين الإصلاحيين إلى المطالبة بإلغاء مركز المفتي الأكبر وبالتعددية في إصدار الآراء الدينية لأن العلماء فقدوا استقلالهم الذاتي نتيجة السلطة السعودية وأصبحوا يوافقون بشكل مألوف على القرارات الملكية مهما كانت الآن نحاول المقارنة بين المؤسسة الدينية السعودية الوهابية وبين المرجعية الدينية الشيعية وخاصة في إيران وكما يلاحظ فإن تجربة المؤسسة الدينية الوهابية السعودية تختلف كثيرا عن تجربة المرجعية الدينية الشيعية في إيران والمراجع الذين بنوا شرعيتهم على نظرية النيابة العامة عن الإمام المهدي الغائب مصدر الشرعية الدينية عند الشيعة واعتمدوا على الخمس وهي ضريبة دينية شيعية يفرضها الفقهاء على أرباح المغانم في استقلالهم المادي اعتمدوا على الخمس في استقلالهم المالي والسياسي عن الدول والحكومات الشيعية والسنية وبالتالي أصبحوا قوة مستقلة وأقرب إلى نبض الشارع والتعبير عن همومه وتطلعاته السياسية فقادوا ثورة المشروطة في بداية القرن العشرين للمطالبة بالدستور وتقييد صلاحية الملوك في إيران ثم قاوموا الظلم وقادوا حركة الشعب نحو إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران سنة 1979 وبالرغم من أنهم سيطروا على السلطة بعد ذلك ومارسوا نوعا من الدكتاتورية الدينية إلا أن المرجعية الدينية الشيعية بصورة عامة لم تنخرط كلها مع النظام الإيراني وشهدنا علماء دين كبارا ومراجع ينددون بالدكتاتورية ويعارضون نظرية ولاية الفقية ويطالبون بمزيد من الحرية والديمقراطية والشرعية الدستورية في إيران وذلك نظرا لطبيعة المرجعية الدينية الشيعية المستقلة عن السلطة والمعتمدة ماليا على تبرعات المؤمنين والأخماس والزكوات التي دأبت على جبايتها باسم الإمام المهدي الغائب وأما رجال الدين الوهابيون فهم لم يعتبروا أنفسهم يوما مصدر الشرعية السياسية وإنما كانوا يقومون بإضفاء تلك الشرعية على الأمراء عن طريق الاعتراف بشرعيتهم وتعزيزها والدفاع عنها ولم يستطع أحد منهم لدى الاختلاف مع آل سعود ادعاء الشرعية السياسية الدينية وكانوا يضطرون لتأييد النظام في معظم الأحوال أو تكفيره والخروج عليه أحيانا من قبل بعض أشخاصهم لعدم وجود حل وسط بين الأمرين لديهم لم يستطيعوا حجز موقع بالمشاركة السياسية مع النظام السعودي الخلاصة ادعى النظام السعودي الارتكاز في شرعيته على الدين ورفعه لرعاية التوحيد ودعم الحركة الوهابية ليقيم نظاما ديكتاتوريا مطلقا ورفض الإصلاحات الديمقراطية باعتبارها شركا وكفرا يتناقض مع الإسلام ومبدأ التوحيد وسارى خلال القرن العشرين عكس التيار الإسلامي العام الذي تبنى الفكر الديمقراطي في ظل الإسلام ولم يرى في ذلك أي تناقف مع الإسلام حتى التيار السني ولكن النظام السعودي بدأ يفقد شرعيته الدينية على مراحل منذ استدامه مع الإخوان في ثلاثينات القرن الماضي حتى استدعائه القوات الأمريكية للدفاع عنه في حرب الخليج الثانية سنة 1990 ودعمه لغزو أفغانستان من قبل أمريكا سنة 2001 وهو ما عرضه للتفسيق والتكفير من قبل قيادات دينية وسياسية وهابية سعودية منشقة طبعا وأطلق موجة من العرائض والنداءات لاستبدال الشرعية الدينية بالشرعية الدستورية وإعادة تأسيس الدولة السعودية على أساس التعاقد الاجتماعي الحر بدلا من قيامها على أساس القوة والعنف ولكن النظام السعودي ارتكز على شرعية الأمر الواقع ووجوب طاعة السلطان المتغلب حتى لو كان فاسقا أو ظالما وهو ما كانت تقول به النظرية السنية التقليدية وأضاف عليها النظام السعودي بضرورة الطاعة له حتى لو كان الحاكم كافرا كفرا بواحا إذا كان الشعب يعجز عن التغيير حسب فتوى ابن باز وذلك من أجل مقاومة روح الثورة التي سرت في أوصال الشعب السعودي ودفعته للمطالبة بسقوط النظام وانتخاب نظام جديد يقوم على أساس العقد الاجتماعي والشرعية الدستورية هذه المقالات عن كتاب الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تأليف أحمد الكاتب دار الانتشار العربي بيروت 2013 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته